وإحنا عندنا منظومة في الاتزان لو عايزنا توازن في الخطوبة لازم يبقى عندنا خمس حاجات أول حاجة يبقى عندنا أول حاجة أن يكون عندنا جدوة إحنا بنعمل أي حاجة لهدف تاني حاجة لازم يبقى عندنا مهارة جدارة ومن أهم الجدارات في مرحلة جدارة يعني مهارة ومن أهم الجدارات في مرحلة الخطوبة عارفين إيه هي جدارة ضبط وإدارة المشاعر فلازم على طول نسأل نفسنا عشان يبقى عندنا جدوى يبقى تلاقوا الخمسة دولة خمسة جيم يبقى الجدوى نسأل نفسنا إيه الفايدة طب والجدارة يبقى عندنا مهارة في إدارة العلاقة بيننا فنضبط مشاعرنا ونضبط كمان تواصلنا الحاجة التالتة الجدية نكون حريصين آه بس في نفس الوقت مركزين على العلاقة الحاجة التالتة الجودة لازم لما نيجي نعمل حاجة نعملها بمعايير لأن كل ما عملت الحاجة بمعايير الشخص اللي قدامك هيحس أنه داخل علاقة فيها قيمة إضافية ولازم كمان يبقى عندنا وإحنا بنتعامل مع ده لازم يبقى عندنا جمال يعني إيه جمال؟ يبقى لازم عندنا بنستخدم الأساليب والطلق الحسنة في التعامل ومن أهم الأساليب اللي احنا لجب أن نتجنبها المبالغة ما نبلغش يا سادة الكلام اللي احنا قلناه ده في الخطوبة كلام مهم فعندنا خمس معايير أول حاجة ما تعملوش حاجة في الخطوبة إيه اللي لها جدوى؟ جدوى يعني إيه؟ إيه الفايدة؟ وخلي بالك مش معنى حاجة أن أنت تعمل إيه فايدة ده؟ أن أنت تقول أن الفايدة أن احنا بنقرب لا الفايدة أن احنا نقدر نعيش مع بعض لأن أنت في بعض الأحيان لما تتقرب من حد أكتر من اللازم إيه اللي حاصل؟ بتحس في بعض الأحيان أن أنت أزيد وأزيد نفسك لأن أنت شفت حاجات ما كانتش ياجب أن أنت تشوفها يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى ببساطة خالص أن أنت ما تقربش مع حد فتسير حاجة فيه لكن خلي فيه مسافات بينك وبين الخطيب والمخطوبة لازم يبقى بينهم مسافة بلاش فكرة أن احنا بقينا حاجة واحدة فلازم كل اللي أنت بتعمله يكون رايح نحية الأسرة مش رايح نحية أن احنا نقرب أي تقريب حتى لو كان ده على حساب ماذا؟ على حساب أن كل واحد فينا بيحفظ كرمته وخصوصيته تاني حاجة لازم يبقى عندنا جدارة جدارة يعني مهارة ومن أهم المهارات اللي احنا نتكلم عليها في الخطوبة مهارة ضبط المشاعر وضبط التواصل بيننا إدارة التواصل بيننا حاجة التالتة لازم يبقى عندنا جدية آه حرصين ومركزين في العلاقة لكن في نفس الوقت إلا حاصل مش مدلؤين رابع حاجة لازم يبقى فيه جودة لازم كل شوية نقيس علاقتنا ملتزمة بالمعايير ولا ملتزمة بالأخلاق ولا لا لازم الخطوبة تبقى لها شكل إن هي خطوبة محترمة الناس دولة محترمين آخر حاجة لازم يبقى فيه جمال والجمال دوت لازم نستخدم فيه الطرق الحسنة وخاصة إن احنا منبلغش لا في طريق التعبيرنا عن حبنا ولا في طريق التعبيرنا كمان عن قربنا وأكيد من أهم أشكال الجمال عدم المبالغة اللي بتخلينا نتجاوز عن الأخلاق بالطريقة دي أظن إحنا بنتعامل مع التزان شديد في فترة الخطوبة أنا عارف إن الكلام ده ممكن كتير من شبابنا محتاجين إن هم نتكلم عنه مرة واثنين وثلاثة ولازم نعمل دورات تدريبية عشان نتعلم الخطبين إزاي يكونوا متزنين في فترة الخطوبة لإن فيه قاعدة بتقول كل ما التزان في الخطوبة كل ما كان الجواز أقرب إلى السعادة يا سادة الاتزان في الخطوبة أوسع أواب السعادة الزوجية فارب جعلنا دايما من أهل الاتزان عشان نفتح بمفتاح لا يصدق لكي ندخل إلى السعادة